صندوق عبر عمر تتحه لكنك شايفة تتحركon تشاهدون صورتين تشاهدون صورتين لافتة للتحت هي اللافتة الأصلية اللي سمّوا عليها القرية الأولمبية في تاوهران لافتة للفوق هي اللافتة اللي جابوها ونحّاوا اللافتة الأصلية وجابوا حطوا اللافتة الأخرى غيروا الأسم وشنون؟ اللافتة الأصلية لمركب الأولمبي لوهران كان اسمه مركب الأولمبي لوهران المجاهد المتوفي بنحده بحجر المدعو العقيد عثمان العقيد عثمان هذا كان واحد من كبار الثوار في المنطقة ونظر نوصل حتى أنه أصبح قائد ناحية قائد ناحية عسكرية قائد ولاية أنا ذاك كانت سمى ولاية فنحاوا اسمه سموا عليه القرية لكن جاتهم أوامر المخابرات الإرهابية بدلوها واش داروا؟ عاودوا بدلوه وسموها مولود هتفي من العقيد عثمان إلى مولود هتفي مولود هتفي هذا كان لعب كرة أنا نذكره كان لعب كرة قدم نظن في السبعينات والثمانينات وتوفى نظن هو أيضا وكان ممكن تسمية عليها ملعب ممكن يعني ماشي مشكلة لكن العقيد أولى وخاصة التسمية العقيد عقيد ثورة هذا هذا موش عقيد النهب انتال الآن هذا عقيد تع الثورة لكن جات الأوامر وبعد ما خسروا لابلاك وبعد ما كتبوه في عدة أماكن وبعد يعني خسارة الضراهم باش يغيروا الاسم ينحوا اسم العقيد عثمان ويحطوا اسم لعب كرة قدم راح نعرف ربما في المستقبل هل هذه أوامر تبون أو أوامر مخابرة الإرهابية وإن كنت أنا لا استبعي أوامر العسكر حتى الناس اللي شافوا شافوا أنه تبون فيه لما جاي راح الوهرن آخر من المستقبله كان شنغريحة شنغريحة قيمته أهم من كل الوزراء مع أنه قايد أركان فقط المفروض المفروض أصلاً ما يحضرش لتوديع ما يسمى بالرئيس وهذه أصلاً توديع الرئيس ويجيب الوزراء وتعطلهم على خدمتهم وهذه أصلاً هذه بدعة هذه ما عندهاش قيمة هذه لما راح في الطائرة قال لك رافقاته أربع طائرات عسكرية يعني خسارت الطاقة اللي صرفت على ما نش عارف علاش رايح أربع طائرات عسكرية خوف خوف في السماء خوف في الأرض لما وصل أول مستقبليه هو قايد الناحية العسكرية الثانية جنيرال ماجور والأخرين غير يتبعوا ثم راح في بدل ما يمشي في وهران الرعب ما هوش قادر يمشي في وهران خاف لجزائرين يضربوها بالبيض والله من ضربوها في في روما لما راح الروما هناك وصلوا جزائرين ورمو عليه البيض فخاف أو تخرج شعارة دولة مدنية أو تبون مزور جابه العسكر راح أتخرج إن شاء الله لكن خاف راح في إليكوبتر باش يتنقل ما بين حي وحي في وهران الملاحظة اللي لاحظوها ثاني ناس وحد أخرين هو أنه هو يضع في حجر الأساس كما قال لمشروع تعمية شكون جابه معاه جاب معاه قايد من ناحية العسكرية قاعد يعيط له روح روح تضع معاه والمدنيين هذو كله وزراء ما عندهم شيئا قيمة مما يظهر أنه عارف أن العسكر هما اللي جابوه كما قالها الشعب تبون مزور جابوه العسكر وعارف بلي العسكر هما اللي يقدروا يقرروا مصيره وعارف بلي العسكر يقدروا يدخلوا للحبس ولا يخليه يبقى ريس عارف هو فأصبح هكذا مباشرة للعسكر يعني تقرب فيه إذلال وتذلل شوف هنا وش يقول شوف مليحة الفندق هاد عالفندق خلينا نشوف حاجة أخرى أهم أن نتعلمون الفندق اسمع اسمو هادم ليه مطار دوبي دوبي نعم عفت الام في مطارات مم اه سي جرو مم ربما شو عشوف مطارات بالحاجب انت انا ها مم يفوضري سيرتو أنشبري جون كم انتر شكرا بشكل ذلك يجب علينا العمل يجب عليها فكذا لا يحتاج لها وإذا كانت يمكنك ان تحتاج الناس وعلى الأدفاء يجب لكي تأتي بسبب تأتي مجددا وإذا كانت هذا الخطوة يجب علينا الآن مرحبا هنا تلاحظوا لحظة للسريع لكي لا نتوّلش يشوف ديجارني في حوالي ساعة و نص الملاحظة الأولى لما قال له أنا دربت قال له وين دربت؟ قال له أنا دربت في دبي مطار دبي آه قالوا سيكسترا يشوف دبي أكسترا هذه الحقيقة تعتبون الحقيقة أنه يشوف الإمارات يشوفها مثال أعلى هو فقط أن الإمارات ارتكبت أخطاء وكانت تدعم في جنح القيد صالح بقوة في 2019 وما قبل 2019 لما جا جنح شنقريحة إلى آخره بعده شوية الإمارات لكن هو هنا قال له دربت في دبي قال له سيكسترا دبي لما كانت الجزائر في الستينات والسبعينات حتى تونس حتى ترابلوس حتى الريباط والضر البيضاء لما كانت هذه المدن كلها مدن مدن وعندها مطاراتها وعندها كانت دبي ثلث خالي صحراء خالية وكانت الجزائر تبعث ومن دول أخرى أيضا بش يدرهم شوية إدارة الإنجليز تعمرهم ما دروا ولا شيء ولا شيء ثم وبش يستخجرهم بيترول والغاز الآن يقول له في دبي قالوا سيكسترا قالوا سيكسترا ما عنده مشكلة مع دبي هو والدليل هذا عندك كلمة واحدة تعطيك عنوان الفكرة الأمر الثاني قالوا وقلوا يفو يفيتي هذو كليزانسية ميطود وطرق القديمة وتسير القديم لازم الإسبريجان طيب الإسبريجان جميلة نقول هذا الكلام بسح الإسبريجان في مطار انت تشجع عليه والإسبريجان في إدارة الدولة إسبريجان في إدارة الدولة هوا عمرك الآن 77 سنة وانت عندك 52 سنة في الإدارة الفاشلة والإسبريجان في إدارة الجيش وعندك الجنرال شنغريحة 77 سنة مع كل الأمراض اللي فيه وعندك بن علي بن علي 89 سنة والله الجيش ما يحتاج إسبريجان الدولة ما تحتاج إسبريجان جوجيل لي عمروا 91 سنة الآن فيما يسمى بالسينة ما يحتاج إسبريجون هذا الدليل أنكم عارفين أن الإسبريجون هو للمفروض يسير هو للمفروض يكون على الأقل يقود جزء منه لكن هذا الدليل أنك جاي من زمن بومديان كنت مسؤول وكنت واني في عهد بومديان ولا الإسبريجون يتطبق فقط على الصغار كما مخرجين قانون قبل أشهر الباحثين في الجامعات وكذا اللي يوصل 70 سنة يروح للدار باحث يوصل 70 سنة يروح للدار لكن رئيس عمره 77 سنة ولا قائد الجيش عمره 77 سنة وهذه عمل تنفيذية لا ما يروحش للدار ويزيد عهدة يزيد يكمل ويزيد يتمسخير هذا بالعكس الباحث يبقى يبحث حتى يموت ما عندوش عمل تنفيذية عندو أوراقه وكمبيوتر تاعه عاطينه مكتب صغير ممكن ورا يبحث في العلم اللي يعرف ويزيد يطور عقله ويزيد يطور ولا يكتب بخبرة تاعه التجربة تاعه باحث جامعي تبعثوها 70 سنة خلاص جنيرالات جاوزوا 70 سنة وبعضهم جاوزوا 80 سنة ما كاش مشكلة بس خلالي ترجمة نانسي قنقر